تنويه يوجد مريض مصاب بفيروس كورونا داخل الغرفة لافتة باتت معلقة على أبواب معظم غرف إحدى مستشفيات مدينة ستراسبورغ الفرنسية أطباء منهمكون بعلاج مرضى كورونا فقط وقلق كبير من عدم القدرة على استقبال مرضى آخرين في ظل الارتفاع المذهل بإصابات كورونا هناك الكثير من المرضى الذين لا يمكننا إدخالهم للمستشفى المرضى غير المصابين بكورونا هم الضحايا لكل هذا الوضع الصحي الكارثي في ستراسبورغ وباقي المدن لم يمنع هؤلاء المحتجين من تظيم وقفة في قلب العاصمة باريس والهدف هو الاعتراض على التصاريح الصحية والتطعيم الإجباري أربعة وخمسون ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات على خلفية مناقشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع قانون من شأنه أن يجبر الفرنسيين على إصدار تصريح طلق اللقاح والذي سيكون مطلوبا لدخول المتاحف والمسارح والمقاهي إضافة إلى المطاعم تشديد للإجراءات اتبعته السلطات الألمانية كذلك إذ دخلت اليوم القواعد الجديدة لارتياد الحانات والمطاعم حيز التنفيذ في أجزاء كثيرة من البلد حيث سيسمح للملقحين فقط أو الحاصلين على اختبار سلبي دخول هذه الأماكن وذلك في ظل تنامي أعداد الإصابات اليومية التي وصلت إلى مستويات قياسية من المهم جدا اتباع القواعد وأخذ اللقاح حصلت على جرع الثالثة وأعرف أن الدخول إلى المتاجر وإظهار بطاقة الهوية وجواز التطعيم قد يسبب بعض التوتر عند البعض لكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الوضع الوبائي أما في شمال هولندا تجاهل أصحاب المطاعم والمقاهي قواعد احتواء كورونا في البلاد التي فرضتها الحكومة ليقوموا بفتح منشآتهم لعدة ساعات احتجاجا على الإجراءات الحالية خطوة يرى هؤلاء أنها جاءت ردا على تصريحات رئيس الوزراء الهولندي الذي أكد صعوبة إنهاء الإغلاق تماما بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بالفيروس